كمان في العين تقعد تعمل حوارات عرضنا لحضراتكم الكلام ده في شاشة الاهل ناس جاية من الكويت مسافرة وولادها عشان خطر الاهل والله العظيم تلاتة بقى الواحد جسمه يقاشع خلي بالكم احنا بنشتغل في الاعلام لكن احساس اللعب موجود لما بتلاقي مواقف معينة انت بتحس اللي الزاكرة بترجع بيك ده ده حصل نفس الموقف مرة واثنين وثلاثة فتقول هل هيحصل كده النهاردة لما بتشوف جمهور حد جاي من الاردن واللي جاي من مصر واللي جاي من سعيد مصر كل دول شوفناهم في الامارات في كل المبارات اللي تلاعبت لناك فالواحد بيبقى فخور بالكلام ده ويقول طب الناس دي مسافرة ليه هي دي الثقافة اللي عايزين نرجعها فانا اسمحولي حبتدي المنظومة عندي في اللي انا هقوله اه ادارة محترمة جهاز فني محترم لعبينا كان انا حبتدي باللعب رقم واحد اللي دوره مؤثر ودوره مهم في البعض ينرداش يقول كده لكن الحقيقة الامر اللي كان في الاستاد اسأله واحد واحد كان في الاستاد لو لا جماهير النادي الاهلي ما كانش النجم الساحلي حصل التوتر اللي عند اللعب بقول لكم الناس كلها اب ابن صغير ده حاجة بسيطة جدا كنا عاديين في المدرج ولا بنروح نقعد مقصورة ولا بنروح نزهائد ولا بنروح بنروح نقعد مع الجماهية اللي احنا منهم فابن صغير اومة جميلة عملت كده الاب حضنه انا والله العظيم كنت اتمنى انا دايما بحب اتكلم بالصورة عشان ما تقولوش اللي احنا بنقلف يعني لان فيه ناس دايما من كتر ما هي ما عنداش مصدقية فخلت الجميع بقى كده وهي دي مش دي الحقيقة فاول الجمهور قال تلتة شمال الاهلي سنتر من تلتة شمال هم ما استنوا الجمهور كان زاكي جدا قاعد يغني عادي وبيفرح حادي ولحظت اول ما الاهلي سنتر تلتة شمال كلنا كل الناس والله جسمها ما بقاش حد عافت لما على جسم تخيل بقى اللعبة في الملعب اللعبة بقاش حاسس يعني اه بيسمع صوت الجميل لكن بيبقى مركز لكن انت بقيته بقيت شايف بتتوتر وبيحصل لك امور كتير جد فشفت ولد صغير في حضن والده كده وجاء اللعبة بعدها مفيش معداش دقايق والكورة جات هدف بعدها ارتباك ارجعوا للمباراة وحضراتكم واكيد شفتوا اللي انا شفت لعب مهم جدا في وسط الملعب مش متذكر الاسم دلوقتي فيه منجم السحلي وزميله جنبه يوحل بسيها غلط بينامس الحارس المارمة ترجع له الكورة الاهلي يضغط يروح جاين بسيها غلط الاهلي يعلع بقاوت يبقى ضغط الفريق في الربع الامامي فين النجم تقول له ده بسبب ايه اكيد هتكلم عن لعبة اكيد هتكلم عن الجاز الفني لكن اللي وطر اللعبة اكتر حاجتين جمهور النادي الاهلي وضغط اللعبين من البداية حطوا الفريق تحت ضغط الاهلي كان الفاعل والاهلي لما يبقى فيه فاعل ويبقى فيه روح النادي الاهلي ما تخافش على الاهلي فالجماهير عملت ده حتكلم بقى في نصيحي للجماهير في المباريات دي اعمل ده وساند ده فيه فريق يدر يضغط احنا بندردش مع بعض النهاردة عشان نعرف احنا راحين نعمل ايه اربع حاجات حتكلم فيهم هو احنا ما نقدرش بتاريخنا ده ان نجيب الايدي وننزل الملعب ونعمل نفسنا اللي احنا بقى كبهات وبتاع ومنحي الجماهير لكن ده انا بشوفه تحت مربع اللي راح اخد لقطة وفيه مبارات كبيرة مش محتاجة غير الاهلي يكسب الاهلي اللي اهم مننا كلنا هي دي الحقيقة الاهلي اللي اهم مننا كلنا فانا هتكلم في بعض النقاط اللي تخص الجماهير في المدرج اثناء المباراة انا 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 لو حد هفهم كلامي غلط انا اعتذر عنه انا مقدرش ياملة على جماهير الاهلي حاجة لان انا عارف اللي هي بتحب فرقتها ازاي والناس لكن انا بتكلم في نقاط فنية هتفيدوا فيها الفريق المباراة دي لان انا شفت كده من البداية كان فيه ضغط الاهلي ضايع هجم الجماهير على طول لعبة مع لعبة خطوة بخطوة كانوا عاملين كده المباراة دي ايوة اعمل كده لكن لازم تهدي الرتم بتاعك شوية اه تغني وتفرح لكن فيه وقت لعبتك لازم يوصل لها كل ما يقع فنيا انت تقومه تقومه اللي يغلق تسقف زي انا عجبني جدا مسلا لقطة وليد ازارة جماعة لو شفتوا الجماهير عملت معا ايه كل حاجة قلناها هنا قبل المباراة اللي فاتت الجماهير عملته كل حاجة الاغاني التشجيع لان احنا منكم ومش بنزايد عليكم ولا انتم بتزايدوا علينا هي دي الحقيقة فوليد ازارة اول ما نزل الجماهير وليد وليد قبل ما يجيب الاهداف رجعت لللعيب السكة بتاعته قبل مدربه بقى لو مدربه على لجله الاخطاء فانت اللعيب وانا نازل انا بكلمكم باحساس لعب لو انت هجمتني ولا زمت علي في مباراة زي دي انا بحبط عايزة فرحك لكن بفقد من تفكيري بفقد من تركيزي بفقد ثقتي في نفسي انا بكلمكم ككابتن صابق كان بيحصل معانا المواقف لكن لما جمهوري عملت بس غلط ويروح مسقفلك انت بتقول لا ازاي اللعب اللي بعدها غلط تاني ده الناس بتديني الثقة فلازم افوق فده اللي حصل مع وليد انت ديته الثقة قبل اي حاجة هو وكل زميل عشان كده شفنا محمد هاني تقلق بشكل كبير شفنا كل عمر السلية وليد اللعيبة كلها كانت فرمة عالية اول ما شافوك فنساند بدون ما تشجعنا يبقى فيه ضغط التصرع التصرع يخلينا نغلط ولا قدر الله يحصل حاجة في المباراة لا انا انا اللي انتم عملتوه ده عشر على عشر لكن فيه وقت الفريق لما رتمه يقل لان مش كل المباراة هنكسب ست دي الرسالة المهمة جدا جدا لجماهيرنا اما فيه بعض الحاجات اللي هتكلم فيها المرة اللي فاتت هنقولها تاني النهار اللي رايح ومش هيموت نفسه تشجيع فقط مايروحش سيب التذكرة لحد رايح افريقيا يا اهلي ويشجع ويغني يكون حافظ الاغاني لكن رايح بقى نشايت واحنا قاعدين ونتكلم في سلبيات ما تروحش لو هتروح وهتفضل قاعد ساكت ويدك على خدك مش جمهور الاهلي اللي بيعمل كده في النهائيات جمهور الاهلي العب يا اهلي جمهور الاهلي على الحلوة والمرة معاها جمهور الاهلي من تلتة شمال الاهلي اربع حروف وهو ده جمهور الاهلي جمهور الاهلي اللي بيساند النادي الاهلي ده فريق جبار ايوة فريق جبار وفريق محترم وفريق ان شاء الله هيسعدنا ويفرحنا فمن هنا الحاجات الاجابية فاللي هتروح ومعاك تذكرة وراح تحط ايدك على خدك دي مش مبارات النهاردة اللي ايدي على خد دي لان البطولة غابت عننا فعشان ترجع ترجع بيكم بمسندتكم بدعموكم ونفتكر اللي فيه شوتين بس احنا عايزين نخلص من هنا لما انتوا تتعاملوا ده واللعيبة تسمع عشرة الرسائل اللي جاية والمدير الفني اكيد من كابت الحسام عشرته كتير واعرف تفكيره كتير واحترم تفكيره في المبارات الكبيرة هنقوله برضو بعض الحاجات ولكن انا بتكلم على الدور الاجابي لان انت دورك الجماهين لما يبقى دورها ايجابي انا بقول لكم اتخافوش لان اللعيبة بتعمل لكم الف حساب وعارفة اللي انتوا السند الحقيقي للاهد فاللي رايح مرة تانية راح يتصور راح حط ايضه على خده راح يشايد في المدرج لا المبارات دي كله يقوم يشجع انا اول مرة في حياتي اشوف مقصورة النادي الاهلي بتشجع دايما عارفين تقعد رسمي شويتين انا شوفت ناس بالهدف الاول بتعمل دا والهدف التاني بتعمل دا